بعد أن كانت أكبر القواعد الأمريكية في سوريا تصبح اليوم قاعدة سرين بحلب تحت تصرف القوات الروسية وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها في سوريا اتخذت من القاعدة نقطة مراقبة جديدة لها وليس هذا فحسب بل أصبحت إحدى نقاط انطلاق الدوريات العسكرية في شمال سوريا الدوريات التي بدأت روسيا بتسيرها عقب اتفاق سوتي الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بررت دخولها إلى القاعدة بحجة أن المنطقة أصبحت مسؤوليتها بعد انسحاب قوات الأمريكية منها وتشمل منطقة من بيجوى جوارها مضيفة أن القاعدة تحوي على مطار عسكري مستغلة عدم تعرض مدرج المطار للضرر بعد انسحاب قوات الأمريكية منه لتقوم بعد ذلك بتزويد القاعدة بعدد من الطائرات المروحية ومدرعات وعشرات الجنود لترافق دوريات الشرطة العسكرية شمال سوريا وبالحديث عن الدوريات فقد سيرت القوات التركية والروسية دوريتهم المشتركة التاسعة والتي انطلقت من قرية عراضي غرب مدينة الدرباسية بالحسكة مرورا بالعديد من القرى الحدودية مع تركيا تحت غطاء جوي من الطائرات المسيرة يشار إلى أن انسحاب الأمريكي من القاعدة جاء عقب الاتفاق المبرم بين واشنطن وأنقرة بشأن وقف عملية نبع السلام حيث كانت قد كشفت شبكات محلية أن رتلا للقوات الأمريكية يضم أكثر من 120 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وآليات ثقيلة خرج من قاعدة صرين واتجه إلى الحسكة سالكا طريق الامفور أما المعدات التي يصعب نقلها فقد عملت القوات الأمريكية على تدميرها قبل الخروج منها ترجمة نانسي قنقر